بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين وعلى الهدات الميامين من الظاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين تقبل الله عمالكم سأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذه الجمعة وعليكم بما يمن به على الصالحين من عباده أعتقد أن المؤمنين يحتاجون في هذه الفترة إلى مراقبة جادة لما يجري في الساحة السورية حراكات كثيرة تجري وهي تتقارب إلى حد كبير مع الحراكات التي حدثنا عنها في المرحلة الثانية من مراحل أحداث سوريا باعتبار أن سوريا تبتدأ مرحلتها الأولى بالفتنة التي تعم البلد وبعد ذلك تبتدأ عمليات قربيسيا الأولى والعمليات التي يتمخذ منها تتمخذ منها راية أساسية هي راية الأبقع في الشمال الغربي لسوريا وما يجري الآن من حراكات وإن كانت ما بين الفرقاء السوريين غير أنها تعكس طبيعة إملاءات الدول التي تحرك هؤلاء الأمريكيون وقسد الأتراك وجماعاتهم المرتبطة بالمحور التركي تارة باسمي الجيش الحر وأخرى بأسماء متعددة ناهيك عن الحركات التي تمثل التوجهات التكفيرية إن باسم داعش أو باسم جيش النصرة أو ما إلى ذلك من هذه الأسماء التي يمكن أن نرى لها وصفاً في رواياتنا باسمه بني العباس في الشام لكن مع هذا التأكيد علينا أن لا نجزم بشيء علينا أن نبقى صبر قبل أن نحسم طبيعة الموقف الذي يجب أن يتخذ ولكن مع كل ذلك يجب أن ننتبه إلى أن الفتنة السورية ومراحلها اللاحقة لها لها خصوصية خاصة بالنسبة إلى الساحة العراقية لكثرة التأثيرات التي ستمتد إلى مدة ليست بقليلة على أقل التقادير هذه الأحداث سترتبط بطريقة أو بأخرى بحركة عوف السلم وما سبق لنا أن أشرنا إلى أنها حركة تشبه حركة انفصال أو حركة سلب لقدرات المركز لصالح تلك المنطقة المنطقة الغربية وأيضا ترتبط بطبيعة حراكات السفياني وما ستأول إليه الأمور ناهيكم عن طبيعة حراكات نفس السفياني ضد بني قيس وطبيعة حراكات بني قيس ضد السفياني لذلك علينا أن نتمتع بحساسية خاصة وما هو أهم أن ننظر إلى السبب الذي يجعل الروايات تكثر وتكثف الحديث عن أحداث السفياني وما بعده السفياني لماذا ننبه منذ أكثر من ألف عام على أن المجريات ستجري بالطريقة الفلانية أو بالوصف الفلاني وما من شك لدي أن علامات الظهور في واحدة من الأسباب التي جعلت المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عنها ويكثر الحديث عنها إنما هي أجهزة أو محطات إنذار مبكرة يتوخى فيها من المؤمن أن يحسن خياراته وأن يعد نفسه لكي لا تحصل الصورة التي يمكن أن تؤدي به إلى فجيعة أو تؤدي به إلى خسارة أو ما إلى ذلك سبق لي أن أشرت كثيرا بأن الأئمة حينما نريد أن ندرس أقوالهم أو أن نتطلع إلى ما أخبرونا به علينا أن نفتش عن أهدافهم وطبيعة تناسب هذه الأقوال مع أهدافهم وبالنتيجة لا يوجد شيء في علامات الظهور بكونها مجرد قصة يجب أن نفتش عن هدف الإمام حينما حدثنا بهذه القضية أو بتلك لم يكن يريد أن يصنع من نفسه كحاكي قصص أو راو لأحداث المستقبل مجرد عن طبيعة الهدف الذي يتوقع في هذا المجال وحينما يتحدث المعصوم عن خسارات تحصل عن أذى يحصل عن ضرر يحصل أو يتحدث بأي طريقة كانت إنما يريد أن يقول لنا منبها أو يحدثنا منبها محفزا مثيرا للهمة مثيرا للإستعداد في أن نحاول أن نقلص هذا الضرر أو أن نلغيه كل ما جرى الحديث عنه في شأن صراع هذه الرايات كله يدخل في علامات البداء أو في بيئة البداء القابلة لتغير الأحداث ولكن هذا التغير يجب أن ننظر إليه ليس من جهة واحدة وإنما يمكن للتغير أن ينتهي تماماً ويمكن أن يتضاعف بشكل كبير يعني الحدث الذي يمكن أن يتغير يمكن أن يضاعف ويتضخم ويمكن أن يتقلص ويمحى لأنه وإن ارتبط الحديث عن السفياني بكونه علامة محتومة أو اليماني بكونه علامة محتومة غير أن ما جرى في تفاصيل هذه العلامات ليس من النمط المحتوم وبالنتيجة يمكن حينما يقول بأن هذه الحادثة ستؤدي إلى الضرر الفلاني هذا الضرر ليس سيفاً مسلطاً علينا إلى الأخير بحيث لا يمكن لنا أن ندفعه لا يمكن لنا أن نلغيه لا يمكن لنا أن نقلصه بالعكس جرى تنبيهنا على ذلك من أجل أن نجهز أنفسنا لدفع هذا الضر أو لنقلص الضرر الذي يحصل في هذا المجال وبالنتيجة بالنسبة للأمة حينما تجهز نفسها لا يوجد عليها خوف أمامه ما يأتي أو ما جرى التحدث عنه في مجال الضرر الفلاني أو الخسارة الفلانية أو المشكلة الفلانية أو ما إلى ذلك في كل هذه الاتجاهات علينا أن نتعامل مع ما أشير إليه في رواياتنا بأنه تقدمة استخبارية مقدمة بشكل مبكر لكي يتمكن الذي يتعامل مع هذه الأمور كي يتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم الذي ينأى بأمته ينأى بجماعته ينأى بنفسه كل حسب قدرته وكل حسب دوره يمكن له أن ينأى بها عن الخطر ويجهز نفسه للواحق الأحداث وهي لواحق في غاية الأهمية باعتبار أنها تتحدث عن انتصار المؤمنين تتحدث عن عزة جديدة إلى المؤمنين عن جاهزية أقوى لاستقبال الإمام صلوات الله وسلامه عليه وما إلى ذلك لذلك هنا نحن أمام مفترقين إما أن ننظر إلى العلامات بعنوانها محبطة بعنوان أنه سيجري علينا الأمر كما يحصل عند أولئكم الذين ينظرون إلى الروايات كقوالب غير قابلة للتحريك غير قابلة للتغيير غير قابلة للتحوير وعند ذلك هؤلاء عليهم أن يسمعوا الدنيا بولولتهم بأنه سيأتي كذا وسيأتي كذا وما إلى ذلك أو أن نتحول إلى أولئكم الذين ينظرون إلى هذه الأمور بعنوانها حوادث ممكنة الوقوع وعلينا أن نجهز أنفسنا بالنتيجة إلى هذه الحوادث بالإجراءات المناسبة في نفس الوقت بالنسبة إلى الجماعة الأولى يمكن أن نجد صنفا من هؤلاء من لا يريد أن يتعامل مع الأمور بطريقة مبكرة وهو يتصور أن الإعجازات وأن الكرامات هي التي ستؤدي بالمؤمنين إلى أن يخلصوا أنفسهم وما إلى ذلك في هذا المجال مع أن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وأمير المؤمنين بأبي وأمي حينما تحدثوا عن قصة كربلا وأشاروا إلى مقتل الحسين عليه السلام بشكل مبكر إنما أرادوا أن يوقظوا النفوس بشكل مبكر لكي تستعد ولكن من أهمل ومن تواكل ومن اعتبر الدنيا طويلة الأمد ويستطيع أن يغير ما يستطيع انتهت هذه الأمور إلى ماذا؟ انتهت إلى أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام في قبال جهود معطلة وفي قبال جهود متوانية بكت ربما كثيرا تأسفت كثيرا ولكن أبقت لنا فاجعة كربلا كطعنة نجلاء في داخل قلب هذه الأمة وما جرى في مسار هذه الأمة إذن ما أريد أن ألخصه في هذا المجال أقول كل الروايات التي تحدثت عن السفيان وجرائمه وما سيعقبها كل هذه الروايات وإن شملها طابع التهويل الذي أراده أعداء أهل البيت أعداء شيعة أهل البيت أن يصوروا أن أمرا هائلا سيحصل ولذلك ضخموا بهذه الروايات ضخموا بهذه الأرقام وضخموا الصورة وكأن السفياني سيكون بشخصية سوبرمانية شديدة الفتك شديدة القوة وما إلى ذلك بالوقت الذي نحن رأينا أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يصف السفياني كما يصف اليماني والخراساني بأنهم أصحاب بأس شديد الويل لمن ناواهم يكون البأس من كل جانب هذه الأوصاف لا حكرة فيها على نفس السفياني وإنما هي لطبيعة المعارك لطبيعة مصيرية هذه المعارك تم تصويرها بهذه الطريقة أو تم وصفها بهذه الطريقة أما أن السفياني كما تشير تهويلات شيعة بني أمية إلى أنه سيأتي وسيقتل كل حسن وحسين وخديجة وفاطمة ولن يبقي أحدا الأطفال لن تنجو ما إلى ذلك أو أنه سيصل إلى أسقاع متمادية في إيران وسيفعل كذا في إيران وسيمتد إلى مكانة أخرى هذه لا وجود لها في كل رواياتنا نعم من تهويلات العامة وقاعدتنا في هذا المجال سهلة يمكن لنا أن نتوصل إليها بشكل سريع حينما نأتي بهذه الروايات ونضعها أمام المصطر الزمانية التي أشير فيها إلى العمر المفترض لحراك السفياني قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتساءلنا هذا العمر الذي يمتد إلى خمسة عشر شهرا ما بين خروجه في أول مرة وانتهائه بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا العمر كم يستطيع الإنسان أن يقترف من أحداث أو يمارس من أحداث يعني حينما نتحدث ونقول بأنه سيقتل المئات الآلاف وهذه يرادلها زمن ويرادلها مدة حتى يمكن تأمين هذه المئات الآلاف لهذه المئات الآلاف لا تنزل من السماء ولا يجدها جاهزة للذبح أو للقتل أو ما إلى ذلك وإنما تحتاج إلى مدد فإذا كان هذا الرجل يصل إلى إيران إلى مدينة استخر أو ما إلى ذلك كما تشير إلى ذلك بعض روايات العامة أنه يصل إلى البصرة يصل إلى مناطق متعددة علينا أن نحسب الوقت كم يحتاج هذا لكي يصل إلى هذا المكان مع أن الروايات أخذت سلفاً ستة أشهر من حراكه وقالت بأنه هذا سوف يكون وقتاً مخصصاً لصراعاته الداخلية أضفنا إليها شهرين حتى ينتهي إلى قرقيسيا ومعركة قرقيسيا كم بقي من الوقت؟ بقي من الوقت الذي يمكن أن يقطعه ما بين حدود العراق وما بين ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف تكون المدة هي مدة تربو قليلاً أو تقل قليلاً عن السبعة أشهر في هذه السبعة أشهر حينما يهرب من النجف كم سيأخذ من هذه المدة؟ سيأخذ منها ثلاثة أشهر ونصف تقريباً عند ذلك أين يعني حراكه المؤذي سيكون محدوداً جداً في وقته وعلينا عندئذ أن نراقب هذا الوقت كم يستطيع أن يفعل وكم يستطيع أن يتمدد وتنصل بعد ذلك إلى نتيجة سريعة إلى أن ما يتم التهويل به في هذا المجال إنما هو تهويل سياسي لا أساس له في رواياتنا وعلينا أن نعود ونراجع ما قالته رواياتنا بشكل دقيق مع التنبيه إلى قضية أجدها للأسف الشديد قد أخذت من المؤمنين مأخذاً في جدالاتهم وفي نقاشاتهم حينما لا يتم مراعاة هذه القضية السفياني، اليماني، الخراساني شخصيات لا نصنعها نحن من تحدث عنها هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وحينما يكون المعصوم هو الذي تحدث عنها إذن علينا أن نتقيد بحديث المعصوم عنها لا أن آتي أنا وأضيف إلى ما أريد وما أشتهي لهذه الشخصية أو لتلك الشخصية ولا يمكن لي أن أأخذ من غير المعصوم حينما يتحدث عن هذه الشخصية أو تلك اللهم إلا أن يكون ثم تشاهد في حديث المعصوم وسنلاحظ أثناء حديثنا عن اليماني كيف أن الكثير من الناس الذين يتابعون هذه الشخصية قد طولوا وعرضوا وذهبوا بعيداً في تخيلاتهم أضافوا له ما لا يوجد له أو عليه دليل في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ومع أن هنا من الواجب أن أذكر بعض أخوان الله يحفظهم أن يعيدوا النظر فيما هو محسوب لأهل البيت وفيما هو لا علاقة له بأهل البيت حينما يتحدثون عن هذه الشخصية باعتبار أن الشيعة توقعوا في مأزق الخلط ما بين روايات أهل البيت وما بين روايات غيرهم مثالنا واضح في كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاوز أعلى الله مقامه يأخذ بعنوانه كتاب شيعي لأن مؤلفه هو من أعلام الطائفة ولكن هذا الكتاب في أعمه الأغلب هو من روايات العامة وقد أشار السيد ابن طاوز إلى أنه جاء برواياتهم لكي يستدل بها على أن هؤلاء يتحدثون عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بنفس الطريقة التي نتحدث عنها دخلوا في التفاصيل وذكروا علامات وذكروا أحداثا بالنتيجة لا يمكن انتقاد شيعة أهل البيت لأنهم يرتبطون بشخصية غائبة أو ما إلى ذلك هذه الشخصية فيها أبحاث تفصيلية عند العامة لذلك ذكرها في كتابه مع تأكيده عدة مرات على أن إن كان في هذه الأخبار ما لا علاقة له بالواقع فالذنب المؤلفين الذين ألفوا هذه القتب ولا ذنب على أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وأنبه ثانيا إلى أن هؤلاء حتى في رواياتهم نسبوا بعضا من الروايات إلى نفس أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا ليس بملاك للقول بأن هذا الحديث هو حديث أهل البيت حديث أهل البيت له منهجية خاصة حينما نريد أن نتعرف عليه نريد أن نحاكمه ثم تمنهجية خاصة متعارفة عند أهل البحث والتدقيق وبالنتيجة حينما يأخذ هؤلاء الأعزاء من كل من هب ودب يقعون في مشكلات عويصة يجدون أن الأمر مرتبك جدا فيهم من انعزل وفيهم من بدأ يصور الأمور بطريقة لا علاقة لها بالواقع وما إلى ذلك في هذا المجال أثيرت خلال هذه الفترة خاصة بعد المحاضرة الأخيرة أثيرت جملة من الإشكالات وأنا في ذكر هذه الإشكالات وإن كان غالبيتها سبق لنا أن نتحدثنا عنها كثيرا لكن في هذه الإشكالات حينما نريد أن نعالجها لا بد لنا من أن نعود ونقول بأن الحكم الفيصل في حل هذه الإشكالات هو حديث المعصوم صلوات الله وسلامه وعليه على سبيل المثال حينما قلنا بأن اليماني هو أهدى الرايات علينا أن نراقب هذه الأهداء هل هي متعلقة بكل البشر بحيث أنه لا يوجد من هو أعظم مقاما من اليماني في زمانه أو أن المراد هو حصر هذه الأهداء بالرايات الثلاثة حينما نأخذ كلمة أهدى الرايات ربما لمن لا يدقق يتصور أن هذا العبد الصالح هو من أهم الشخصيات في عالم الهدى بينما الحديث شنو؟ أهدى الرايات الرايات من هي؟ هي راية السفياني وراية القراثاني والراية المباركة راية اليماني لذلك علينا أن حينما نريد أن ننظر إلى الأمر علينا أن نقيس أولا كيف يمكن لليماني أن يكون من رجالات الهدى قبل أن يكون من الأهدى في رجالاتهم؟ كيف يمكن لنا أن نتصور الهدى؟ ونشرنا إلى القاعدة الأساسية أن المؤمن لا يتكامل إيمانه إلا من خلال عمله بما أمر به أهل بيت العصمة والطهارة ووجدنا أن المؤمن حتى يكون في مدار الإيمان والهدى يجب أن يكون إما مقلداً وإما محتاطاً وإما مجتهداً ما عندنا خيارات أخرى لكي نقول بأن المؤمن لا يعمل حتى يكون مؤمناً مو بالضرورة أن يكون مقلداً أو محتاطاً أو مجتهداً إذن كيف يمكن لنا أن نستدل على اتباعه لأهل البيت إن أخرجنا فقه أهل البيت عن دائرة الاتباع؟ ذاكروكي شنو اللي يسوانا؟ ما عندنا مجال إلا أن نقول حتى يكون من رجال الهدى قبل أن نروح إلى الأهدى حتى يكون من رجال الهدى علينا أن نرى هذا الرجل ضمن منظومة المرجعية هذه المنظومة التي تفترض أنا وأنت وأمثالنا نكون مقلدين من هو أعلم منا لم يصل إلى درجة المرجعية لم يصل إلى درجة الاجتهاد الأساسية في ذلك الوقت نقول هذا محتاط لكنه أين؟ في منظومة المرجعية يعني في منظومة من أمرنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أن نرجع إليهم سبق إلي أن أشرت أن كلمة المرجعية تعود إلى هذه الكلمة ارجعوا إلى رواة حديثنا هذه المرجعية إذا كان الرجل هو أعلم من أن يكون محتاطا وله رأيه الخاص ويعمل برأيه الخاص أصبح مجتهدا وبالنتيجة يكون أيضا هو تحت راية المرجعية هنا ما هي علاقة المرجعية مع الرايات؟ هذا مرة نشوف المصدر الذي يعطي الهدى هو العمل بهذه المرجعية بعد أن يكون مواليا صادق الولاء معتقدا بأئمة إثنى عشر وله التزاماته العقائدية وثق منهج أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه هذا أولا الأمر الثاني علاقة المرجعية مع هذه الرايات هل هي علاقة تبعية لواحد على آخر أم أنها علاقة من يعطي الشرعية ويهب الشرعية بمعنى أن اليماني هل هو له أولوية على منظومة مرجعية أو هو من داخلها؟ لا يهم أين يكون موقعه هل سيكون هو المرجع أو يكون هو المحتاط أو أن يكون هو المقلد؟ ليس البحث في هذا المجال ولكن من الذي يعطي لليماني شرعية العمل برايته؟ من الذي يؤذن له بتشكيل هذه الراية؟ من الذي يقول للناس اعملوا برأي هذا الرجل؟ قدموا أرواحكم إذا أمركم أن تقدموا أرواحكم دماءكم انفاقاتكم يكون العمل الشرعي من الذي يعطي هذه الراية؟ هل اليماني يعطي لنفسه هذه الصلاحية؟ أم لأنه داخل منظومة مرجعية هناك سقف أعلى هو الذي يغطي هذه الأعمال؟ وهذا السقف هو نفس المرجعية؟ لذلك ليس صلعدنا وهم لمجرد أن قيل عن هذا العبد الصالح بأن رايته أهدى الرايات ولا يجوز الالتواع عليه وما إلى ذلك من الأمور كأنه أصبح أفضل من المرجعية ومقامه أعلى بل كما زعم البعض بأنه هو الذي يوجه المراجع هذا المنطق غريب عن منطقنا ولكونه لا يجوز الالتواع عليه لا يبرر أن الكلام يعني يجوز لنا الالتواع على رأي المرجع لا يجوز في كل الأحوال أنا مأمور بمنظومة اتباع وهذه المنظومة إن أخليت بها إن أخللت بطبيعة التعامل معها خرجت من دائرة الاتباع ما الذي سيكون؟ أنا أيضا التويت عن طريق الحق يعني ذول اللي الآن ما يقلدون أو أنه يقلد كيفما اتفق أو لا يلتزم بالضوابط المتبعة في هذا المجال كيف يمكن لهم أن يبرئوا ذمتهم غدا بين يدي الله جل وعلا عليهم أن يبرزوا حجة شرعية وهذه الحجة الشرعية التي تثبت بأنهم عملوا بفقه أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم عند ذلك إما أن يقول كنا نقلت فلانا أو أن يقولوا احتطنا نتيجة علمنا بآراء هؤلاء المراجع أخذنا برأي فلانا أو أن يقول عملت برأيي المبني على أساس معرفتي بفقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه بغير ذلك ماكو حجة شرعية تقدم في هذا المجال ولذلك اليماني حينما يريد أن يكون مقاتلا معلن أن نسأل ما هي حجته الشرعية في هذا المجال لا ليش يقاتل نسأل هذا السؤال لو ما نسأل يجب أن نسأل التشكلات الدينية سواء كانت أحدابا أو كانت منظمات أو كانت جمعيات بكل ما دام أنها تتعامل مع المصالح العامة يجب أن يكون فوقها مرجعا يعطيها الشرعية للتعامل مع المصالح العامة وإلا أنا وأنت ما أن حق نتعامل بالمصالح العامة اللم يكن ثمة غطاء شرعي في هذا المجال طبعاً يروج خلال هذه الفترة أن الفلان يقول بأن سيستاني دام ظله الشريف هو أفضل من اليماني أنا لا أدري متى تحدثت عن هذه القضايا إذا نتحدث عن سيستاني أدام الله ظله الشريف يعني نقول يماني وين ما دام معناها مشخصين نحن ما دام سيستاني الله يطور في عمره وإن شاء الله يرى هذه الأيام لكن من المبكر جداً أن نجي ينقيس شخصية موجودة الآن على شخصية ما ندري بها ما هو وقت تتواجد لذلك هذه كذبة في أصلها نعم أنا ذكرت ولازلت أذكر وقبل ذلك ذكرت أيضاً بأنه لا يمكن لأي راية تتمتع بالهدى إلا أن تكون ضمن مقاسات اتباع المرجعية لا يمكن أصلاً ولا بأي شكل من الأشكال وهنا أنا هم أنبه إلى طائفة من هؤلاء حينما يتصورون أن الأمور يمكن أن ينالها أي شخص يحبوه اليوم جرى في اليمن البارحة جرى في اليمن استعدادات قتالية كبيرة مفرحة حقيقة لكن هل هذا يعني أنه لمجرد وجود قوة تفرح القلب أن هذه القوة تنتمي إلى فلان الراية أو ما إلى ذلك ما عدنا خاصة وأنه قد أقيم الدليل ليس مني فحسب العديدين من الذين تصدوا للبحث عن دقة الروايات المتعلقة باليمان لم يجدوا له علاقة باليمن من حيث الخروج أبدا لست أنا الوحيد في هذا المجال لكن مهما يكون وجدنا أن الروايات قاصر على أن تعطينا يقينا بأن مرجعية هذا الرجل خروجه سيكون من اليمن حس أدلتنا كثيرة في هذا المجال لا أريد أن أعود لها في هذه المحاضرة ولكن القدر المتيقن أن هؤلاء مطالبون بأن ينظروا إلى كلمة الهدى وتقييدات كلمة الهدى مو كيفنا لمجرد أنه حبينا واحد ألبسنا الثوب اللي يريده أو لمجرد ظنون أو ما إلى ذلك وإنما علينا أن ننظر إلى الأمور ضمن مقاسات أهل البيت للهدى حينما جاء من جاء إلى الإمام الصادق حين خروجه طالب الحق وهو من الخوارج وقيل للإمام الصادق عليه السلام بأن الشيعة يأملون بأن يكون هذا هو اليماني ماذا أشار الإمام؟ أشار إلى المنهج اليماني يتوالى علياً وهذا يبرأ منه قصة مو قصة طالب الحق كل شخص يجب أن يؤمن حتى نقول أنه هذا من أهل الهدى قبل أن نصل إلى أهدى الرايات علينا أن نسائل النفس هل يتوالى علياً؟ فإذا ما قلنا بأن هذا يتوالى علياً يجب أن نؤمن شرط الولاية هل أن ولاية عليا بن أبي طالب تنحصر بعلي أم تمتد إلى بقية العترة المطهرة؟ سبق للواقفة أن تحدثوا بولاية عليا بن أبي طالب للفطحية سبق لهم أن تحدثوا بعلي بن أبي طالب الكثير من الفرق التي تواجدت في زمن الإمام المعصوم تحدثت عن الولاية ولكن بدر من الإمام ما من شأنه أن يعرف بأن هؤلاء خارجون عن الولاية وبعضهم لسانه طويل عريض في شأن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليكم ولكن لو أن شخصاً قال بولاية أمير المؤمنين ولم يقل بولاية الإمام الحسن ماذا نفعل؟ لم يقل بإمامة الإمام الحسين لم يقل بإمامة الإمام الباقر لم يقل بإمامة الإمام الهادي لم يقل بإمامة الإمام العسكري ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ من الواضح جدا أن الولاية هنا مخدوشة وتعبير الإمام عن البترية إنما يشير إلى هذا الخدش البترية يؤمنون بالولاية ولكنهم يقيمون أمير المؤمنين في مقام ليس هو المقام الذي أعطاه الله جل وعلا يعطونه حقا ويبترون منه حقا آخر هناك سيستم الأئمة 12 نقطة رأسطر أنا أبحث عن ولاية متكاملة وبالنتيجة علينا أن نراقب بشكل دقيق جدا مثل هذه التعميمات لأنه في الكثير من الأحيان عواطفنا ومشتهياتنا مرة نشرق نغرب مرة 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 نريد أنه أي شخصية نلبسها هذا اللباس يا أخوان والله بالله إحنا ما معنيين باليماني إحنا بالدرجة الأساس معنيين بإمامنا المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء هذا أولا الأمر الثاني بالنسبة إلى القلقين خاف من عرف هذه الشخصية وكثيرين انتقدوا كلامي بأنه اليماني لا يعني لا يوجد دليل على أنه يتمكن من أن يقول للناس بأني أنا اليماني ما عندنا دليل راح أبين هذا الأمر لكن لو قدر أنه ما عرفنا ما خلصت الدنيا إحنا تكليفنا الأساس ما هو ارجعوا إلى روات حديثنا لا مكلف أنا باتباع الخراساني ولا اليماني ولا كل هؤلاء أنا مكلف بأن أتبع أعلم المراجع في مسألة تواصلي مع فقه أهل البيت صلوات الله وسلام عليكم إذا معرفت هذا الرجل أنا ما ملوم لكن باتر إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا وقال لي من أين عملت بهذا العمل علي أن أبدي ما من شأنه أنا أقول أنه أنا طالبتني بأن أعود إلى أهل العلم وقلت لي فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون أنا ذهبت إلى فلان الفلاني لكونه من أهل الذكر لكونه من بحث في فقه أهل البيت وتمرس في هذا البحث ولذلك أنا اتبعت هذه حجة بين يدي الله أما أن أقول له والله أنا شفت فلان عند رايات وعند أسلاح وعند ماقف طيبة وما إلى ذلك اتبعت هذا الكلام ما يأدي إلى نتيجة مع الله سبحانه وتعالى ستكون حجتنا قاصرة تماما عن أرضاء الله جل وعلا هذا أمر الأمر الآخر في هذا البين بالنسبة لهذا العبد الصالح هل أن كلمة لا يجوز الالتواع عليه تعني أنه معصوم تعني أن الإمام أشار إلى عصمته لا يوجد أي دليل في هذا المجل هذه كلمات أهل الريب وأما هذه الكلمة بلى في المعركة لا يجوز الالتواع على من يأمر بالمعركة أنا بودت اللي قيل إلي هذا الرجل مجاز شرعا في أن يخوض المعركة هل يجوز لي الالتواع حتى لو كنت عندي خبر عندي علم أن هذا الطريق لا يؤدي عند إذمان الذي سيقال لي يقال لي الجهة الشرعية مع فلا مكفت رحمة الله على الشهيد سيد صالح لبخاتي كلف بمأمورية وهذه المأمورية قال لهم أني سأقتل بها قالوا كنت تنفذ قل لهم أنا راح أنفذها والمسؤولية يمق ونفذها وقتل رحمة الله عليه قتل بناء على ماذا على أي متطلب على متطلب أن من أرسله للقتال قال له يجب أن تطيع المنظومة الفلانية أو العلانية أو ما ما عنده مجال إلى أن يلم مو معنى أن المنظومة معصومة لكن في المعركة ما يكون به مجال أتردد هذا جائز لو مجائز عليه أن أتقدم على المجموع أن يتقدم بعد ذلك التفاصيل يمكن أن تبحث لاحقا من يموت يموت بأجله أيضا في هذا المجال أما أن يقال بأنه الفقيه ما وصل إلى هذه الدرجة لا أنا أقول أن الفقيه اللي تعلق تكليفنا به مو معصوم لكن لا يجوز الالتوى على قراره في هذا المجال من يجوز له حينما يأتي الحاكم الشرعي ويحكم بحكم أنا أعلم أن هذا عندي علم لسبب أو لآخر أن هذا الحكم لا يصيب الواقع يجوز للالتوى عليه ما يجوز حكم الحاكم ناثذ على جميع المسلمين بغض النظر إذا كانوا يقلدوا أو ما يقلدوا ما إلى علاقة لذلك ليس يرعد نوهم أنه لمجرد أن قيل لا يجوز الالتوى عليه معناها الرجل المعصوم وبالنتيجة هو أفضل من المراجع وأنا أهمس في آذان هؤلاء الأحب وأعتقد بصفاء نيتهم وبإخلاصهم وبتعمقهم أيضاً لكن أهمس بآذانهم هذا الذي لا يجوز الالتوى عليه حينما دخلنا تحت رايته إنما استأذننا من أعطاه هذه الراية من قال له احمل هذه الراية من أذن له بحمل هذه الراية هذا الأمر متى كان؟ كان في زمن الغيبة الكبرى لم يكن في زمن ظهور الإمام حتى نقول أن الإمام هو الذي أعطاه الراية وكونه على طريق مستقيم يدعو إلى صاحبكم وما إلى ذلك هذا كل ما ينطي استثناءات في هذه القضية وإنما يبين لنا مزيداً من الأطمئنان لشراسة المعركة ولطبيعة مصيرية المعركة أنت أنظر إلى معركة اليماني متى تكون قبل قهور الإمام بفترة وجيزة جداً لا تزيد على الأربعة أشهر وبالنتيجة أي تردد هنا لن يرحم يمكن أن يعود التاريخ علينا بدوران جديد يجعلنا فيتيهن جديد لذلك تحسباً أحيط اليماني بكل هذه المواصفات من أجل أن لا يبقى لنا رأي في مقابل رأي المجموع الذي يريد أن يهيئ لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ولكن أي تهيئ تهيئ في أن تكسر شوكة أعداء الإمام صلوات الله وسلامه عليه ستصبح أخطاء ستصبح مشاكل هذا بحث آخر هذه قصة أخرى المهم لا يسمح بأقارب الساعة أن تتأخر أو أن تدور بطريقة مختلفة وهذه قضية مهمة شفناها إحنا تردد أهل الكوفة في قضية مسلم ابن عقيل ماذا أدت؟ شنو اللي أدت؟ صارت إشاعات وصارت تهريجات وما إلى ذلك يمكن في زمن اليماني أيضاً تحصل هذه الأشياء أما الحديث عن أن اليماني هو يحرم حمل السلاح وبالنتيجة هو المرجع يا أخوان كلمة حرمة وصلتنا غير معربة من ندري هل هي حرمة 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 من ندري ما معربة وبالنتيجة من هو الذي سيتصدى للتحريم ما عدنا خبر هل يمكن أن نقول بأن هذه الكلمة تشريعية إذن ثمت جهة شرعية أصدرت أمراً بتحريم بيع السلاح من هي الجهة الشرعية هل بالضرورة أن يكون هو اليماني ما عدي دليل الجهة الشرعية هي التي يرجع الناس إليها في أخذ الأحكام الشرعية هذا أولاً أو أن اليماني هو الذي يصدر قرار حرمة بيع السلاح ولكن ليس على أساس الفتية وإنما على أساس كون قائد عسكري حاكم للمنطقة التي هو فيها يحرم بيع السلاح مثل ما الآن القوانين تحرم مثلاً بيع المادة الفلانية أو ما إلى ذلك مو جهة شرعية لكن جهة قانونية أو جهة موضوعية وبالنتيجة إذا كان الثقيل الجامع للشرائط أمر باتباع القانون عند إذ يكون حكمه حكم شرعي بالعنوان الثانوي أي أنه أصدر حكماً قانونياً وطبعاً حديثي عن اليماني أصدر حكماً قانونياً مبني على أساس الحكم الشرعي أو أنه حرم بيع السلاح لندرة السلاح آنذاك صار العرف العام لا يفسح المجال إلى عملية بيع السلاح وين التخصيص هنا؟ إلا أنه هو اليماني وإلا أنه هو الذي يصدر قرار التحريم وحينما يصدر قرار التحريم إذن هو المرجع أو هو الجهة التي تصدر هذا التحريم ما عندي هذا الدليل أرجع وأقول الملاك هو حديث المعصوم وما دام ما عندي دليل على أساس أنت تقيد نفسك بقضية ما معروفة في هذا الاتجاه هذا الشأن أيضاً الشأن الآخر في مثل هذه الأمور فيما يتعلق بمكان السفياني من أين يخرج وما إلى ذلك ما أرجع إلى ذكر أدلتنا وما إلى ذلك إحنا اللي معنيين به بالدرجة الأساسية هي مخرجات هذه الروايات كل رواية لها مخرجات مخرجات الرواية تشير إلى أن اليماني كل الروايات ما عدا رواية واحدة لا يمكن أن تقبل وإن وردت بسند صحيح وبسند جيد بل من الأسانيد الجيدة جداً هذا اللي ذكر في ذكر السيد ميرلوحي بالإشارة إلى إثبات الرجع للشيخ الفضل ابن شاذان أعلى الله مقامه أو فيما نشرته مجلة تراثنا بعنوان ما ذكره الحر العاملي بأن هذا جمعه بعض الأفضل اختصره بعض الأفاضل يشار هنا بسند جيد بأن اليماني ليس رجلاً واحداً ولا علاقة له مباشرة بأحداث التمهيد إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه اليماني رجلين في هذه الرواية أبو اليماني الذي سيقاتل السفياني ثم اليماني الذي سيقتل السفياني انتبه سيقتل السفياني وسوف يحتل مكة والمدينة ويقيم فيهما العادل وبعد ذلك شيء يصير يموت من بعد ما يموت يراد لأربعين سنة يطلع الإمام صلوات الله وسلامه عليه دين وين أنه هذا هو والسفياني والقراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وين هذا وين ذاك وين هذا اللي يكون الحكم المعادي لأهل البيت رابضاً على مكة وعلى المدينة إلى آخر لحظة قبل قيام الإمام المنتظى الروحي وأرواح العالمين له الفداء بمعنى أن الإمام يظهر والحكم المعادي لأهل البيت لا زال مسيطراً على مكة والمدينة ودليلنا سهل بل هو الأسهل من نوعه أن النفس الزكية تقتل أين من الذي يقتلها متى تقتل كلها تقتل في هذه الفترة الزمانية التي لا يبقى بينها وبين الإمام بأبي وأمي إلا خمسة عشر ليلة من وين جبتها أنه اليماني يسيطر على المدينة ويسيطر على مكة وبتعبير أحدهم يقيم أول دولة تمهيد للإمام هو اليماني راح يقيم ما عندنا هذا الدليل هذه الرواية متناقضة مع كل رواياتنا ولا يمكن أن تقبل ولا بأي شكل من الأشكال فإذا كان الأمر كذلك تعالوا لنعيد القراءة من جديد نحن جاء نشوف أنه كل قتال الرجل متعلق بالساحة العراقية فحسب لا يوجد لدينا أي رواية تشير إلى قتاله خارج دائرة العراق فالسمين راح يجي للعراق هذا حديث أخر بالنسبة إلي أنا الموجود هنا أنا علي جملة من الالتزامات وبالنتيجة ما يهمني هذا يجب طيارة يجب برشوت هو من أهل الأرض ما إلى ذلك أنتظروا جيشا ينقذ يأتي معركته في داخل العراق بالنسبة للخراسان القضية محسومة باعتبار أنه يأتي ومعه ما يشير إلى أنه يأتي من خارج العراق في طبيعة المكان يشار إلى المكان الذي يدخل منه في البداية وهو سمرقند الواسطية أصبح معلوم أنه يأتي من خارج العراق أما هذا الرجل يا جماعة الخير والله بالله ما عندنا دليل أنه يأتي من خارج العراق مو مهم أدلتنا الآن فإحنا حاس بيها حاس بيها بطريقة التفاوت ما بين المناطق حاس بيها من خلال رواية أفراس الرهان حاس بيها من خلال وجود الحكم الناصبي المعادي لأهل البيت والذي يعبر عنه الإمام بأبي وأمي قبيل أيام من خروجه إن أهل مكة يترهوننا ويخرج هاربا بأبي وأمي من المدينة إذا كان أكو حكم موالي على ماذا يخرج من المدينة وعلى ماذا يأتي إلى مكة وعلى ماذا يتردد يخرج أو لا يخرج يريد أن يختبر أصحابه وعلى ماذا يريد ثلاثمائة أو ثلاثة عشر إذا كان الحكم موالي ليش ثلاثمائة وثلاثة عشر بس وليش ينتظر اليوم الثاني حتى يأتيه جيش الحلقة ويسأل الإمام صلوات الله وسلام عليه ما هو جيش الحلقة يقول لا يوجد جيش بأقل من جيش للحلقة بأقل من عشرة آلاف وإذا هو الوضع كله موالي على شون العشرة آلاف جيب مليون لو أنا مش تبه لكن هذه كلها ما نريد نذكرها الآن الواقع العملي يشير إلى أن هذا الرجل معاركه في داخل العراق بعد ما يحتاج لفذلك كبيرة إلى أن أثبت أن هذا قد يأتي بطائرات أمس أحدهم شاف طيارة أكو بالاستعراض في اليمن قال إن حلت الحمد لله تبين عندهم طائرات أدري هو شونه راح يركب تكسي ويجي يعني له هذا جيش من سبعين ألف جيش يراد لطريق يراد لمواد للدعم اللوجستي يراد لك كثير من القضايا حتى يتحرك يراد لزمن وما يتحركون ذول مثل الآصف ابن بريخيا هذول راح يتحركون عبر الطرق وبيها مشاكل هذا عربة توقف هذا يعتدى عليها هذا يخرب كلها مشاكل شوش أسوان هنا يعني أقول للإمام صلوات الله وسلامه كان مشتبه شوية اتفاعل في القضية وقال بين السوفياني واليماني شأفراس الرهام يتسابقان كأفراس الرهام واحد جاي على بعد ثلاثة آلاف كيلو وواحد جاي على بعد مية خمسين كيلو ويقول لي أفراس الرهام يعني مثلا دقيقين جدا في التعبير مثل ما وثيرت في وقتها ولا زال البعض هم يثيرهم أنا ليش فلان يقول أن السوفياني مناصبي ما عندي دليل ببساطة ما عندي دليل أنا رأيت أن الإمام ذكره بعنوانه فاسقا والفاسق غير الناصبي أنا أدري أن المعصوم دقيق العبارة خاصة في المسائل اللي بيها جنبه شرعية الناصبي يخرج من الملة وتجري عليه كل أحكام الخروج من الملة أما الفاسق لا يجوز غيبته فيما لا يعرف عنه غيبته من جوز بالقضية التي لا يعرف عنه بها من جوز له أنا أستغيبه والإمام يصف بأنه الفاسق ليش تروح بعيد الإمام الحسين عليه السلام بما وصف يزيد ابن معاوية قبل القتال شنو كان وصفه إله فاسق وصفه بالفسوق ما وصفه بالنصب لأنه الجريم تبعه دي ما واقعة وذول يجون يهرجون أنه معقولة هذا اللي رح يقاتل الإمام ورح يفعل كذا ورح يفعل كذا نسميه مناصبي هذه التفاصيل مو شغلتنا إخواني يا العزاء هذا إمامنا هو اللي يقول وبالنتيجة علينا أن نصيخ السمع تحديدا للإمام المعصول لا الشيخ فلان ولا شيخ جلال ولا فلان ولا فلان ما إحنا آراءنا آراء إذا ما كانت محكمة وفق مقاسات المعصوم صلوات الله وسلام عليه لا بها حجية بل هي تديننا إذا كنا نتكلم بعيدا عن مفاد النصوص في هذا المجال على أي حال أنا أعتقد أن المؤمنين مدعوين هنا إلى التفكير بما يمكن أن يحصل والأحداث تترى اليوم أشبه بالقول بأن أمريكا بدأت تبدي معالم الاستسلام إلى الوضع في أوكرانيا بدأت تقدم دلائل وشهود متعددا والوضع في إفريقيا بدأ يتعقد أكثر من السابق الوضع مع الصين بدأ يتعقد أكثر من السابق بولندا بدأت تتهيأ اليوم تصريحات بولندا اليوم البارحة يشيرون إلى أنه بايدن أعطاهم الضوء الأخضر لتصفية أمر جلينسك وهذه معناها فقدان أوراق ما يجري بينهم إلى جهنم وبئس المصير أما مسألة ماذا يأتي من بعد ذلك هو الذي يهمنا علينا أن نعد وأن نستعد في هذا المجال أكوة هم واقعين ببعض الأحباب الله يحفظهم ويسترعليهم بأنه أي عملية استعداد يرادلها سلاح ويرادلها تهيأ ويرادلها تنظيم وهو كثير من هذه الحكاية يا أخوان الاستعداد يتم بطرق كثيرة جدا واحدة من أفضل أنواع الاستعدادات ما جرى في الأربعين أفضل أنواع الاستعدادات أن نظهر أننا نتمسك بمراجعنا وعلمائنا وأخيارنا أمام الهجمة الشرسة التي توجه ضدهم أفضل أنواع الاستعداد أن نلتزم بقيمنا وبمبادئنا وبما أمرنا به أهل البيت صلوات الله وسلام عليكم نعم في بعض القضايا نحتاج إلى تخصيص في هذا الجانب أو إلى تخصيص في هذا الجانب لكن ترى ماكو ثقافة خاصة في هذه القضايا لحد يتصور أن الشيعة يمكن لهم أن ينحدروا إلى الجماعات الباطنية ويبدون يتحدثون بعنوان لدينا ثقافة خاصة لا يتحملها الناس وما إلى ذلك هذه الثقافة عامة ثقافة تعطى إلى كل الناس وكل من يستطيع أن يلتزم واجبه أن يلتزم مو بدع من القول في أن نقول بأن على المؤمنين أن يقدموا أنفسهم كقيادات المجتمع مو بدع من القول في أن نقول أن المؤمنين لديهم مشكلة في أنه لا قائدة لهم مو وظيفتي أنا أصير قائد ولا وظيفتك أنت تصير قائد إحنا وظيفتنا أن نسد الخلة أن نسد النقص فإذا الناس بقوا ضائعين أنا علي أن أتقدم علي أن أبادر أشتهي هذا الأمر ما أشتهي هذا الأمر علي أن أتعلمه إذا ما كنت أعلم علي أن أتعلم يصير واجب مثل ما أنت الآن تشوف حريق قدامك وأكل مطفئة بس أنت ما تعرف له يصير واجبك أن تتعلم هذه إشلون تشتغل بها لو مو واجبك واجبك مو من ناحية الشرعية من ناحية الموضوعية يجب أن تتعلم هذا الأمر لكي تدفع الأذى عن النار نفس القضية كثير من شبابنا ما كانوا يفكرون بحملة الصلاح ولا أن يروحون إلى المناطق اللي بعمرهم ما شاهد فيها ولا سامعين بها إحنا في أيام جبهات الحجد المبارك حقيقة رحنا إلى إلى مناطق لا سامعين بها لا مارين بها لا نعرفها وما إلى طبيعة الأمر قيل إن روحوا بهذا الطريق رحنا بهذا الطريق ليبنا هذا مو إحنا مشتهي لكن على حال هذا الأمر ما نعتقد بيننا أو ما أعتقد بيني ما بين الله أولا لا توجد ثقافة خاصة لا توجد جماعة خاصة بحيث تتميز نفسها عن بقية المؤمنين كل المؤمنين أخوة متحابين ونعلم علم اليقين أن قواعد انتظارنا وتمهيدنا إلى إمام زماننا أن نكون ندفع بالناس إلى أن يتراحموا مع بعضهم والتراحم بين الناس ما يؤثر لا بعشيرة ولا بحزيب ولا بدولة ولا بأي مؤطر آخر نحن أعطينا عهدا للإمام الحسين بأن نكون سلما لمن سالمه وإهنا السلم أن ندخل الأمان وأن ندخل السلام على قلوب من يسالم الإمام الحسين عليه السلام فس شلون هذا ندخل بعد هاي تفاصيل كل واحد حسب قدرته حسب ممكنت بس أنا إذا عندي مجال أن أقدم المساعدة إلى هذا وذاك هذا مو معنى أنه هذه المساعدة محصورة بفلان أو بفلان أو أنه إذا أكدت على فلان اعمل بالعمل الفلاني هذا مو معنى إلى امتياز على الآخرين ما موجود هذا المنطق ما أتمناه على أخوتنا الأعزاء أن ليس صير مغالات في وصف الأشياء كونوا طبيعيين وضمن المسار الطبيعي للتدين نعم التدين عندنا مشكلة عند البعض لحد الآن ما فهم التدين بالطريقة التي أشير إليها في القرآن الكريم فكثير من الناس يريد يقول لك أنا التدين عندي هو أن أتعبد الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي ذكرت في كتب الزيارات وما جزاك الله خير جزاك بس الله سبحانه وتعالى هم قلت ترى قلت أكو مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء ما حصرك بطريق واحد وإنما خلالك قيار متقدم قلت أنه علم العالم أفضل من عبادة العالم عبادة العابد خلنا طريقة آخر قل لك أيضاً المؤمنين لوحدهم لا يشكلون المجتمع المؤمن ولا يؤمنون الغلبة إن لم يتحولوا إلى منظومة الحزب الإلهي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء الذين يتغلبون الجماعة الصالحة هي التي تتغلب والجماعة الصالحة لوحدها لا يمكن لها أن تحسم المعركة لذلك عليهم أن يصبروا ويصابروا ويرابطوا ويتقوا الله جل وعلا هذا الوصف يؤدي بالنتيجة إلى أن تكون الأمة خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة لا تتنزل من السماء هذه الأمة أنا وأنت لكن نحتاج إلى إعادة نظر في مواقع أقدامنا ضمن مسار الرسالة عند ذلك سوف ندخل السرور على قلب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أدري كم من الوقت مضى لكن كان بودي أن أتحدث عن بعض التفصيل عن قضية أن اليماني من الذي يعرفه؟ لكن سأجل الحديث إلى فترة لاحقة ولكن أبقى أصر على أنه لا يوجد بين أيدينا أي دليل على الجهة التي ستشخص أن هذا الرجل أو ذاك هو اليماني الموعود وعودا على بدء من يقول لكم أن هذا هو يماني أو ما إلى ذلك لا تتردد في تكذيب الأمر لأنه لا يوجد أي دليل تشريعي شرعي على إمكانية تحقق ذلك والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا ترجمة نانسي قنقر